السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم على قناتكم وقناة سوبروان التعليمية اليوم لدينا اختبار الفصل الاول في مادة التاريخ لسنة الرابعة ابتدائي اخترت لكم ثلاثة ثمارين سأترك لكم هذا النموذج جاهز لطباعة في صندوق الوصف اذا نبدأ بالتبنين الاول قال صنف المناسبات الادية في الجدول لدينا عيد الفطر عيد الطفولة عيد الارحى عيد الاستقلال المولد النبوي الشريف عيد العمال ذكرى اندلاع الثورة وفي الجدول لدينا التاريخ الهجري وفي الجهة المقابلة التاريخ الميلادي اذا يجب ان اشير الى ان كل الاعياد الدينية مرتبطة بالتاريخ الهجري اما الاعياد الاخرى فهي مرتبطة بالتاريخ الميلادي مثال عيد الفطر وهو عيد ديني او مناسبة دينية وهي متعلقة بالتاريخ الهجري جيد اذا هو تاريخ هجري عيد الفطر عيد الطفولة هو عيد ميلادي عيد الطفولة ثم عيد الاضحى هي مناسبة دينية اذا مرتبطة بالتاريخ الهجري عيد الاضحى عيد الاستقلال هي مناسبة وطنية وليس دينية وتحدث او نحتفل بها في كل سنة بخمسة جويليا وجويليا هو تابع للتاريخ الميلادي اذا عيد الاستقلال هو تاريخ ميلادي عيد الاستقلال المولد النبوي الشريف هو تاريخ هجري لانه متعلق بمناسبة دينية المولد النبوي الشريف ثم عيد العمال اذا عيد العمال متعلق بتاريخ الميلادي اذا هو في التاريخ الميلادي وهو حدث عالمي عيد العمال ثم ذكرى اندلاع الثورة ذكرى اندلاع الثورة وهي مناسبة وطنية اذا نحتفل بها من كل سنة في اول نوفمبر اذا هو تاريخ ميلادي ذكرى اندلاع الثورة ثم نتقل الى التمنين الثاني قال اربط كل مرحلة تاريخية بحدث بدايتها اذا لدينا مرحلة التاريخ القديم مرحلة التاريخ الوسيط مرحلة التاريخ الحديث مرحلة تاريخ المعاصر في الجهة المقابلة تبدأ من الثورة الفرنسية سنة 1789 ميلادي ثم تبدأ من اكتشاف الكتابة ثم تبدأ من فتح القسطنطينية سنة 1453 ميلادي ثم تبدأ من سقوط روما سنة 476 ميلادي اذا مرحلة التاريخ القديم هي اول المرحل وتبدأ من اكتشاف الكتابة في 3200 سنة قبل الميلاد ثم المرحلة الثانية هي مرحلة التاريخ الوسيط تبدأ من سقوط روما سنة 476 ميلادي ثم مرحلة التاريخ الحديث مرحلة التاريخ الحديث تبدأ من فتح القسطنطينية سنة 1453 ميلادي ثم مرحلة التاريخ المعاصر تبدأ من الثورة الفرنسية سنة 1789 ميلادي إلى غاية الآن إذن نحن نعيش في مرحلة تاريخ المعاصر الآن مع الثانيين الثالث قال أحط على الإجابة الصحيحة في كل عبارة الاحتفال بعيد الثورة هو حدث شخصي أم وطني أم عالمي عاش العالم الإسلامي أزهى عصوره في مرحلة التاريخ الوسيط أم في مرحلة التاريخ الحديث نحتفل برأس السنة الهجرية في واحد جونفي أم واحد شوال أم واحد محرم يرتبط التقويم الميلادي بميلاد عيسى عليه السلام أم ميلاد محمد صلى الله عليه وسلم حصولي على جائزة مدرسية هو حدث وطني أم حدث اجتماعي أم حدث شخصي إذن الاحتفاله بعيد الثورة هو حدث شخصي أم وطني أم عالمي إذن نقول عيد الثورة إذن هو يهم الوطن كاملا إذن هو حدث وطني وقال عاش العالم الإسلامي أزهى عصوره في مرحلة التاريخ الوسيط أم مرحلة التاريخ الحديث قلنا في مرحلة التاريخ الوسيط عاش العالم الإسلامي أزهى عصوره وكانت هناك فتحات إسلامية ثم نحتفل برأس السنة الهجرية في واحد جونفي أم واحد شوال أم واحد محرم إذن نحتفل برأس السنة الهجرية في واحد محرم أما السنة الميلادية فنحتفل برأس السنة في واحد جونفي من كل سنة يرتبط التقويم الميلادي بميلاد عيسى عليه السلام أم بميلاد محمد صلى الله عليه وسلم إذن نقول يرتبط التقويم الميلادي بميلاد عيسى عليه السلام أما التقويم الهجري فيرتبط بهجرة محمد صلى الله عليه وسلم حصولي على جائزة مدرسية هو حدث وطني أم حدث اجتماعي أم حدث شخصي إذن حصولي أنا على جائزة مدرسية هو حدث شخصي يهمني أنا فقط إذن إلى هناك وخلاص معنا الفيديو لنهى اليوم أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة